حطي القرفة في البرطمان وطويلي شعرك لحد كعب رجلك أقوى وصفة لتطويل الشعر بجنون بدون غسلة صلوا على رسول الله لو أول مرة تشوفوني أنا مطبخ مامة سولة إسراء فاتحة سكتشم ودي قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله أول حاجة كده هنحتاج برطمان ولازم يكون برطمان إزاز وده لأن البرطمان الإزاز بيحتفظ بدرجة الحرارة لمدة ساعة ونص تاني حاجة هنحتاج عدان القرفة ودي كنز قومش بس كده معروف جدا إن القرفة بتعزز من الدورة الدموية في فروة إرراس وده طبعا بيخلي الشعر يكون كسيف جدا وبتم بتقيل فراغات فبتطول شعري جدا زائد إن القرفة بتسيب ريحة حلوة جدا للشعر من أكتر الحاجات اللي هتخلي شعرك ينمو بدون توقف وحتى لو شعرك مش بيطول فهو هيتول هستخدم عديم من القرفة الصحيحة مش المطحونة مهم جدا الموضوع ده بعد كده هنجيف المكون رقم اثنين وهو المية السخنة هبدأ كده صب المية فوق القرفة عايز أقول لكم إن الريحة طلعة تجنن يعني ريشة الإرفة مع الميا المغلية الوحدة ورهيبة إحنا بنعمل حاجة بتبع برغالية جدا ده لو لقناها اللي يعرفني هيعرف إن أنا بعمل وصفات طبيعية بجد مسهلة وبتجيب نتائج رهيبة وده من أول مرة هقفل البرتمان وهنسيبه أقل حاجة خمس دقيق فقط لا غير طبعا أنا باستخدم البرتمان الإزاز تعال لما قلت لي أنا باستخدم البرتمان الإزاز لإنه بيحتفظ بدرجة الحرارة لمدة ساعة ونص فده مهم جدا في الوصفة بتاعتنا يعني إحنا مش هنغلي المكونات فلازم نستخدم حاجة حافظ على درجة الحرارة وعلشان كده إحنا بنستخدم البرتمان الإزاز هنا لون المية كان بدأ يغير فهبدأ أسيبها ثلاث دقايق علشان نكمل خمس دقايق بالضبط عد خمس دقايق والمية سخنة زي ما هي ولكن فوائد الإرفة نزلت في المية المغلية في المرحلة دي بنفتح البرتمان والخطوة دي أنا عملتها في البداية لوحدها الإرفة فقط علشان أعزز من ريحة الإرفة ومن التركيز بتاعتها يكون أقوى وأقوى يعني ريحة الإرفة تكون بينة جدا تمام بعد كده هجيب المكون السحر رقم اثنين بس يصلوا على رسول الله لايك وكومنت حلو ادعموني واشتركوا في قناتي ووصلوني للمليون مشترك لو حاسيني أن أنا بقدم وصفات طبيعية مفيدة بعد كده بنبدأ نجيب القرنفل وتقريبا كده أنا أول من قال عن القرنفل في اليوتيوب والسوشال ميديا عموما والقرنفل ده كنز فعال لتطويل الشعر القرنفل من أكتر الحاجات يا جماعة اللي بتطول الشعر وبتمبط الفراغات بتعالج الفراغات اللي في الشعر بتعالج استعلبة واصلع الوراء الوراسي عند الرجال مش بس كده يا بنات القرنفل بيقتل البكتيريا تماما بيقضي على الأوساخ والأتربة اللي في الشعر بيحفز من الدورة الدموية في فروة الراس فالقرنفل من أكتر الحاجات الفعالة في تطويل الشعر مع القرفة دون اللجوء للكريمات أو السيروم أو الزيوت ده لإن كمان القرنفل بيحتوي على رواقع عطرية رهيبة وزيوت عطرية فبيدي ريحة كمان للشعر قوية جدا بيحتوي كمان على الزيوت طيارة فالزيوت دي بتنبت الشعر بطريقة غير طبيعية في المرحلة دي هابدأ أجيب المكون رقم ثلاثة والمكون ده كنز والسحر والمكون ده أنا اتكلمت عنه كتير قوي وهو الكزبرة هتقولولي يا إسراء كزبرة وشعر صدقوني حبوب الكزبرة الصحيحة لما بتجيبيها وتديها تحميصة كده على النار فدي رهيبة لتطويل وإنبات فراغات الشعر بجد الكزبرة تخلي شعرك ريحته حلوة جدا جدا بتنبت الشعر بطريقة انتو متتخيلهاش من أهم الحاجات اللي بتحاربها الكزبرة هي القضاء على الشيب ومش بس كده القضاء على الاشرة لو انت عندك اشرة في شعرك وزهئتي ومش عارفة تعالجيها فاعرفي ان الكزبرة بتعالج الحاجات دي تماما الكزبرة بتبقى مليئة بالزيوت فبتدي ترتيب رهيب وفائق للشعر مش بس كده بتمنع الهياشان ومن أكتر الحاجات اللي تقدر تستغني عن السيرام والزيوت البديل لها هي حبوب الكزبرة وعلشان نستخلص الزيوت الطبيعية اللي فيها فلازم نستخدمها بالطريقة دي شير بقى للفيديو لو حسن انت بتستفيدي ويلا نوكمل الوصفة الجبارة بتاعتنا اللي هتنفع للشباب وللبنات والكبار السن والأطفال عندك بنوطة بعد السنتين ومحتارة وشعرها خفيف تعالي نكمل الوصفة وبجد حتى تدعي أنا هنا استخدمت زيت الأرجان تقدر تستخدمي أي زيت بديل ولكن أنا بفضل زيت الأرجان جدا لأن الزيت ده قوي وحسيت لناس كتير أوه ما بتتكلمش عنه فقررت أطلع لكم بالجديد حطيت معلقة من زيت الأرجان وأنا هنا استخدمته علشان أقوى الوصفة أكتر ومش بس كده علشان كمان استخدمه قمدة حفظة مع الأورنفل زي ما قلتلكو الكزبرة فيها زيوت رهيبة فهتنزل في الخليب بتاعنا تمام ده بقى نقدر الأول تعالي ما قولك هنكمل الوصفة هقلبهم كده والمفروض إن إحنا بنغطي البرطمون ده وبنسيبه أقل حاجة 72 ساعة لحد ما يتعتق كويس جدا تقدر تصفي كل مكونات البرطمون وتحطي الميا اللي هي المنقوع فأي إزازة بخاخ وتستخدميها كتونر لشعرك والشباب يقدروا يستخدموها كتونر لشعر الدقن طيب إزاي إسراء بالرش الست رشاط كل يوم الصبح وست رشاط قبل النوم على فروة الراس أو شعر الدقن بالنسبة للرجال بقدر لك في حرقات دائرية فروة الراس أو برضو الجلد اللي تحت الدقن في حرقات دائرية لمدة عشر دقايق بنستخدمه لبصيلات الشعر وللشعر نفسه ده بيتمش غسله لإن ده أقوى تونر ممكن تستخدمي لشعرك سواء في الريحة ريحته حلوة جدا هيطول شعرك جدا وهنتكلم هو بيعمل إيه لكن أنا كإسراء بفضل جدا إن أنا أقفل البرطمون وبي أفضل كده مع التقى المكونات ولما أجي أستخدمه أفضل شوية بشوية كده ووصف فيهم علشان الفوائد تفضل موجودة وناخد كل الفوائد اللي في المكونات دي ولكن أنت لو عايزة تستسهيلي فضيها وحطيها في إزازة بخخة ده بيعمل إيه ده لو إنتي استخدمتيه مرتين كل يوم مرة الصباح ومرة قبل النوم كمية دي هتقعد معاك بالمناسبة شهر قصما بالله يطول شعرك لحد الجنون يعني إنتي مش هتتخيالي شعرك هيتول إزاي بدون توقف وكأنه شعر ربونسل مش بس كده شعرك هيتول لحد كعب برجلك مش بس كده هيكسف شعرك بيعالج الشيب عند الناس الكبيرة في السن والناس اللي عندها شيب مبكر ده لإنه هو بيعالج الشعرية ويغزيها فبيرجحها لونها الأصلي مرة تانية من غير سبغة من غير أي حاجة خالص حفز الدورة الدموية في فروة الراس فبيقضي على الإشرة على التقصف على الهيشام بيقصف الشعر بينبت الفراغات بيعالج الشيب عند الرجال سواء شيب الدقن أو شيب الشعر سواء شيب مبكر أو إنت كبير في السن بيعالج الشيب عند النساء الكبار السن مش بس كده يا بنات وبينبت فراغات الشعر يعالج السعلبة وأمراض الصلع المبكر أو الصلع الورصي لو عندك بنوتة جربيها يتقل شعرها جدا ويطولوا جدا جربوها